على وقع أنين الجوعة والجرحى والمختطفين والمعذبين في المعتقل الكبير الذي تحت أيديهم يسابق الحوثيون الزمن من أجل تغيير الهوية الدينية والأخلاقية للمجتمع اليمني من خلال برنامج شامل يتم تنفيذه عبر وسائل الإعلام والخطابة والتثقيف والأخطر من ذلك عبر منهج التعليم العام ومدارس الجمهورية اليمنية مئات التعديلات المذهبية السلالية الإمامية التي أدخلت على مناهج التعليم العام وألاف المدارس التي أصبحت تخضع طلابها لتلوث مذهب عصابي بالقوة والإكراه ولا يفوتون مناسبة تاريخية أو أي مناسبة إلا ويستغلونها لنشر أيديولوجيتهم المريضة في أوساط الناس وقد رأينا في هذه الحلقة أن نتوقف بالتحليل عند إحدى تلك المناسبات التاريخية التي احتفل بها الإماميون قبل أيام باعتبارها عندهم مناسبة سلالية مميزة يروجون من خلالها سمومهم السلالية والمذهبية وهي ذكرى مقتل الحسين بن علي أو ما يسمى بذكرى عاشرة لنجيب عن عدد من الأسئلة التي تكشف الحقيقة حقيقة التزييف الذي يقومون به مثل سؤال لماذا يهتم المذهبيون بإحياء التاريخ وهل قاتل الحسين بن علي وقتل من أجل الولاية لآل علي أم من أجل الشورى والديمقراطية ولماذا يتجاهل الشيعة الحقائق التاريخية والدينية الواضحة التي تهدم بنيانهم وما هي السمات النفسية التي ينبغي أن تتوفر في الشخصية الشيعية النمطية وغيرها من الأسئلة في ذات الموضوع فكونوا معنا قبل أكثر من سبعين عاما من الآن وقعت الحرب العالمية الثانية التي أهلكت ملايين البشر يقدر عددهم من ستين إلى سبعين مليون نسمة ودمرت عشرات المدن في العالم وخسائر متنوعة نفسية وثقافية وحضارية لا يمكن حصرها في هذه المجالات هذه الحرب اشتعلت في رأس الألمان وفي رأس هتلر تحديدا على شكل حقيدة عنصرية قبل أن تشتعل حربا في الواقع لقد كانت الأسباب السياسية لهذه الحرب بمثابة الجمر الذي يحتاج إلى منفاخ ليتحول إلى نار وكان منفاخ الحرب هو الأيدولوجيا النازية والنازية هي عقيدة عنصرية قامت على تصنيف البشر إلى مجموعات عرقية متفاوتة الرقي والقيمة في عرق أرك من عرق وزعمت أن العرق الآري الألماني هو أرك هذه المجموعات البشرية ومن ثم فمن حقه أن يحكم أوروبا والعالم تماما كما يقول أصحاب النزعة السلالية أصحاب الولاية عندنا في اليمن والوطن العربي عن حق الولاية ومع مرور الوقت وتطور علم الأنساب الجيني جاءت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد فقد كشف لهذا العلم عن أن هتلر نفسه ليس من نسل الآريين الألمان كما كان يعتقد هو والمفاجأة الأكبر أن عدد الألمان الذين ينتسبون إلى العرق الآري الأصيل لا يزيدون عن 9% فقط من بين الألمان يعني الآريون في الألمان لا يزيدون عن 9% فقط وأن نسبة الآريين في الجزيرة العربية أكثر من 12% أي أكثر من ألمانيا نفسها هذا ما يقوله علم الأنساب الجيني لعل هذه المعلومات لو كانت حاضرة بين يدي الألمان قبل عام 1939 من دلعت الحرب العالمية الثانية؟ يمكن لأن كل حرب كبيرة بحاجة إلى كذبة كبيرة ووهم كبير علشان تمشي لازم كل الحرب بحاجة إلى أكاذيب وكانت كذبة الحرب العالمية الثانية هي عقيدة النازية والفاشية عقيدة العرق الآري المتفوق والعلم وحده هو القادر على إحباط سلطة الأكاذيب والأوهام المقدسة نحن في اليمن وفي الوطن العربي لدينا مثل هذه الأكاذيب والأوهام العنصرية تحصد أرواحنا حصداً من مئات السنين وتدمر أوطاننا وتمزق نسيجنا الاجتماعي وتسرك منا شبابنا وتهدر الوقت الذي هو رأس مالنا في التنمية وتحول مجتمعاتنا إلى العصور الوسطى كما حصل في العراق العراق الذي كانت دولة الأولى في العلم والإنتاج المعرفي والصناعي في الوطن العربي أصبحت دولة من القرون الوسطى بفضل المذهب السلالي العنصري بفضل الأفكار التاريخية الميتة من العراق إلى لبنان وسوريا إلى اليمن وغيرها من البلدان المرشحة في بلدان مرشحة جديدة للتشيع يمتد طاعون المذاهب العنصرية ويلقي بظلاله السوداء كطائر الخراب على هذه الأوطار ومعظم المثقفين والسياسيين في الوطن العربي يتحاشون الحديث عن هذا الأمر يتحاشون كشف الملعوب الطائفي بمزاعم مختلفة لا كمتلا في ميزان العلم ولا في ميزان السياسة يعتقدون أن هذا نوع من الخطاب الطائفي لو أنك نكدت الطائفية ونكدت المذهبية التي تدمر أوطانهم هذا نوع من الطائفية هناك من يتصور هكذا اليوم هناك في اليمن مناهج تعليمية جديدة تعلم الفكرة الطائفي العنصري السلالي وهناك آلاف المدارس التي يفرض على طلابها ترديد الشعارات الماكرة للطائفية يعني نحن على بعد سنوات قليلة من صناعة قنبلة طائفية هي أخطر من القنبلة الذرية بكثير لمن يفهم طبعا لمن يفهم اللي ما يفهمش هذا مرتاح ويعني هنيت له لأن القنبلة الذرية تقتل الأجسام فقط أما المشروع العنصري الطائفي فيقتل الخير في نفوس الناس ما في أبدا واحد طائفي أو شيعي تجد في نفس النزعة خير من النادر هذا دخل عندهم غلط لأنه أصلا طبيعة المذهب نفسه وطبيعة أفكار المذهب تشتث يعني النزعة الخيرية في الإنسان وتعبأ أحقاد وبغض وعدم رضا وهذا يسبب إعاكة دائما للمجتمع ولا شيء يعادل هذه المصيبة إذا حصلت وإن لم نتلافاها في الوقت المناسب وأنا بالمناسبة دهشت أثناء دراسة معطيات علم الأنساب الجينية التي تقول أن هتلر لم يكن من حامل المجموعة الفردانية الآرية R1A بل كان من حملة المجموعة الفردانية E1B1B1 نعم نعم وفضلا عن ذلك فكما تشير في كتابك المجموعة الفردانية الآرية R1A موجودة عند الألمان بنسبة لا تزيد عن 9% أي كما في السلطنة عمان مثلا وجد هذه المجموعة في ألمانيا متفاول ومقتبسته يتعلق بألمانيا الغربية تحديدا نعم ولكن هتلر أقام نظريته العرقية تحديدا على أساس أن أحفاد الآريين يعيشون في ألمانيا وما حولها بينما يتبين أن نسبة حامل المجموعة الفردانية R1A عند هؤلاء الألمان الآريين على حد الزعم كنسبتهم في سلطنة عمان نعم أي عند العرب الساميين من المثل الاهتمام رد فعل هتلر لو علم بذلك لكن تيت صدمة كبيرة لا باعتقد لنهارت نظريته بالكامل قصة الحسين مع يزيد وعلي مع معاوية ومحمدين مع حسنين كان الأصل أن تكون هذه القصص من التاريخ الغابر الذي يتأمله الناس لأخذ العبرة والعظة كما يأخذون العبرة والعظة من قصة داحس والغبراء وقيس وليلة وبكيزة وزغلول فلماذا خرجت هذه القصص من كتب التاريخ وعاشت بيننا؟ لماذا؟ من الذي نفخ فيها الروح؟ ولماذا؟ السر بسيط الماضي يتحول إلى يصبح حاضراً إذا حولته إلى دين صبغة الدين إذا أضبتها إلى أي شيء يصبح عابراً للزمان التوراة العبرية المعروفة اليوم ما هي؟ هي عبارة عن قصة تاريخية لشعب بني إسرائيل تحولت إلى كتاب مقدس أنا أميز بين التوراة العبرية وتوراة موسى التوراة موسى هي الأصلية التوراة العبرية هي المحرفة كانت أجيال بني إسرائيل تروي قصتهم تروي قصتها عن بعضها بعضاً ثم جاء بعض الكهنة في وقت ما وأدخل هذه القصص في دائرة النص الديني وصارت جزءاً من التوراة العبرية المكتوبة الآن هي مكتوبة في مئات الصفحات التوراة الموجودة اليوم أما توراة موسى نفسها فلا تتجاوز أربع صفحات من التوراة الحالية لأن التوراة العبرية نفسها تقول إن توراة موسى التي تلقاها في جبل سيناء كانت عبارة عن لوحين حجريين مكتوب عليهم في الجهتين يعني أربع صفحات أو أكثر بقليل الآن هناك ما يشبه الإجماع بين علماء الأديان في العصر الحديث على أن جميع الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن قد تعرضت للتحريف بأشكال مختلفة وإجماع بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف بالنقص أو الزيادة إجماع بين العلماء المحترفين ليس بين الهواة الهواة ممكن لكلهم آراء جميع الدارسين المحترفين إذن تقريباً يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي كان موجوداً في زمن محمد لماذا نجى القرآن من التحريف؟ نجى القرآن من تحريف النقص والزيادة يعني لا نقصوا منه ولا زادوا فيه لأسباب موضوعية ما قدرواش يزوروه لأسباب موضوعية أهمها أنه الكتاب الدين الوحيد الذي كان يتلى على الناس على عامة الناس ويكتب بصورة يومية وقت تنزيله الآية التنزل يقرأوها على الناس كلهم يكتبوها الناس كلهم فأصبح بذلك محفوظاً في الصدور والصدور ثم تناكلته الأجيال بالرواية الشفاهية المتواترة والدقيقة تحت سمع بصر الجميع حتى الأعداء كانوا بيراكبوا في حين أن توراة موسى الحقيقية كانت عبارة عن تعاليم بسيطة لا يحفظها نصاً إلا الكهنة وكان الكهنة كانوا حطينها في التابوت والتابوت في مكان معزول في كدس الأكداس داخل الهيكل وما يخرجها إلا كل سبع سنوات كانوا يتلونها بنصها على بني إسرائيل كل سبع سنوات كما تقول التوراة العبرية إلا أن القرآن مع ذلك لم يسلم من محاولة تحريفه بطرق أخرى غير الزيادة والنقصان ما يأسوش كل دين له أعداء طبيعي ومحاولاتهم دائماً تكون محاولات في التحريف وحاناً الأحبار نفسهم حق الدين نفسه الكهنة الدين نفسه لم يكن أمام المحرفين سوى طريقتين للتحريف مع القرآن الأولى تحريف المعاني تحريفه معاني والأخرى اختراع قرآن آخر أو شبه القرآن بجانب السموه أحاديث النبي والأئمة وأعطوا هذا القرآن الآخر أو الدين الموازي أو النص الموازي أعطوه مكانة أدنى كليلاً من مكانة القرآن من الناحية النظرية هو أدنى من ناحية النظرية لكن في الحقيقة مكانة أعلى من القرآن من الناحية العملية عملياً هو أعلى من القرآن لأنه هو اللي يحكم على القرآن لأن هذه الروايات والأحاديث هيمنت على القرآن ولم يهيمن عليها القرآن أصبحت هذه الروايات مداخل لا يفهم القرآن إلا بواسطتها ومن بوابة هذه الروايات التاريخية دخل المحرفون ومنهم محرفو السلالة العنصرية محرفو السلالية فكرة السلالة للمذهب الطائفي وضعوا أحاديث منسوبة للنبي وغير النبي بغرض توجيه معاني القرآن لصالح حقائدهم وإيدولوجيتهم ولهذا يجد الدارس المتفحص أن هناك فرقاً واسعاً بين قيم القرآن لما يتأمل قيم القرآن يجد فرق بين قيم القرآن وتعاليم وتعاليم القرآن وبين قيم هذه الروايات وتعاليمها يعني هذا مش وقت التفصيل مش مجال التفصيل لكن من الواضح جداً أنه روح القرآن غير روح الأحاديث والروايات التاريخية هنا قيم مختلفة وتعاليم مختلفة عن تلك أردنا القول أن التحريف لم يتوقف عند هذا الحد بل أضافه إلى الدين يعني مش بس حرفوا في معاني القرآن ثم أضافوا تحريف آخر ممثل بالروايات التاريخية المنسوبة للنبي لا أضافوا أحداث تاريخية بعد وفاة النبي وأدرجوها في النص الديني يعني بعد انقطاع الوحي صارت عندنا حوادث أصبحت جزء من الدين عليها ولا أبراء يعني مثل حادثة صفين وحادثة عاشوراء وكربلاء وغيرها من الحوادث المتعلقة بالسلالة هذه حوادث تاريخية تحولت إلى حوادث دينية عن طريق فعل الكهنة الكهنة منتاج الكهنة إذن نحن مضطرون دائما لمناكشة قضايا تاريخية غابرة لأن هناك من يوظف التاريخ للعبث بالحاضر والمستقبل وبعبارة الشعرية يمكننا القول إن التاريخ العربي قد احتل الجغرافية العربية اليوم وعبث بها إذا حللنا حادثة مثل حادثة مكتل الحسين بن علي التي يحتفل السلاليون بذكرها أو بذكراها سنلحظ أننا أمام حادثة عادية عادية تحولت إلى حكاية أسطورية بفعل المؤثرات المشرحية والدينية التي أضيفت إليها الحسين بن علي هو الولد الثاني في قائمة أولاد الإمام علي اللي عددهم كان 14 واحد تكريبا الذكور من غير البنات البنات حوالي 17 ومن بين الأربع عشر من سمي بأبي بكر وعمر وعثمان هذا أولاد علي علي سمى أولاده علي بن أبي طالب سمى بعض أولاده أبو بكر وعمر وعثمان بأسماء أعدائه المفترضين الشيعة بيقولون هذا لا أعداء كما تقول كتب الشيعة المتطرفة نفسه أو نفسها كتب الشيعة هي التي تقول أنه كان علي بن أبي طالب ولد اسمه أبو بكر ولد اسمه عمر ولد اسمه عثمان مشحنة وما يتوقفوش عند دلالة هذا الكلام يعني عند دلالات هذه التسميات وهذا أول مؤشر على أن قصة الصراع الشيع السني مجرد وه صنعه الخبثاء الماكرون طيب هذا الحسين بن علي كائد ثورة قاد ثورة ضد يزيد بن معاوية زمل عيال كرية واحدة واحد كان بثورة ضد الثاني لأنه ما عجبوش نظاما ما عجبوش شيء معين لماذا؟ لماذا قاد الثورة ضد يزيد لأن يزيد أراد أن يتولى السلطة بعد أبيه معاوية بدون مشاورة المسلمين بالغصب أراد أن يجعل الحكم وراثيا ملكيا في حين أن الحسين تربى وتعلم في بيت النبوة وعارف أن الأمر شورى بين المسلمين مش مثل ما بيقول يزيد وعبد الملك الحوفي يزيد بن معاوية وعبد الملك الحوفي عندهم رأي ثاني هذا بيقول الحكم لنا وراثة ملك وهذا بيقول هذا حق سلالتنا هذا حق علي بن أبي طالب وجماعة وأولاده بينما الحسين كان يعتقد ويرى أنه الأمر شورى بين المسلمين ولذلك قاد ثورة ضد يزيد لأنه تعلم في بيت النبوة بينما عبد الملك الحوفي تعلم في صعدة في أسره مليئة بالأحقاد ضد المسلمين وضد التاريخ وضد الجغرافيا وضد العالم كله قال ابن حجر الهيثمي لك تكاتل الحسين من أجل الشورى يعني من أجل الديمقراطية بلغتنا بلغتنا المعاصرة قاتل من أجل الديمقراطية ضد تصفير العداد يعني الحسين بن علي كان من الرعيل الأول لثورات الربيع العربي من الصلف الصالح لثورات الربيع العربي لكن ثورة تعرضت الانتكاسة كما تعرض الربيع العربي أيضا وقتل الرجل لا مشكلة لا مشكلة حاول وفشل مش مشكلة المهم أنه رفض الباطل وهذا يكفي ما نود أن نخبر به شيعة الشوارع هو أن الحسين لم يكن الرجل الوحيد الذي كاتل يزيد من أجل الشورى فقد كان بجانبه منفردا يعني قائد آخر وثائر آخر هو عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بن الأوام صبت أبي بكر ابن أسماء بنت أبي بكر الذي رفض بيعة يزيد واعتصم بمكة وظل فيها إلى أن جاء جيش الحجاج فيما بعد وقتله في صحن الكعبة قتل ابن الزبير في صحن الكعبة مش في كربلة في صحن الكعبة ثم قطعت رأسه وصلب بدنه في مكة لأيام فلماذا لماذا يحتفلوا الشيعة بمكتل يحتفلون بمكتل الحسين ولا يحتفلون بمكتل عبد الله بن الزبير مع أنه الاثنين قاتلوا نفس نفس النظام الحق ولنفس القضية ما الفرق ما الفرق بين مكتل الحسين ومكتل عبد الله بن الزبير على الأكل عبد الله بن الزبير قتل في صحن الكعبة أظن هذه رمزية أعلى مقتل عبد الله بن الزبير أكثر دلالة ورمزية لأنه قتل في البيت الحرام وهذا مؤشر آخر على أن القضية ليست قضية حق وباطل عند هذه الشيعة الشوارع بل قضية سلالية وكذب على الناس لأغراض الدنيا لو كانت القضية حرب ضد الباطل مع عبد الله بن الزبير حارف ضد الباطل وقتل في سبيل ذلك لكن ابن الزبير لم يجد من يكذب له ويؤلف لم يجد كهنة وسلالة تروج وتنفخ في القصة وتسوي منها أسطورة لم يجد من يكذب له ويؤلف الروايات ويحول موت إلى حكاية أسطورية يبكي لها الحمقى والمغفلون ويجلدون لها ظهورهم ويشتخون رؤوسهم بالفيزان والصواطير والسكاكين الحسين وابن الزبير كلاهما كان ثائرا من زمرة الثائرين في التاريخ مثل جيفارا إرجنتيني بل إن جيفارا كان أكثر وضوحا في كفاحه من أجل الحرية والكرامة الإنسانية الحق يقال كان أكثر وضوحا لأنه حارب في أكثر من دولة ما هيش دولة فقط يعني راح يحارب في دول متعددة من أجل الحرية من أجل الحرية فقط لا من أجل أي مكسب آخر بل أنه بعد أن انتصرت الثورة الكوبية وبعد أن تولى عدد من الوزارات والمناصب فيها ترك هذه المناصب وهو وزير يعني ترك الوزارة وترك الملك وذهب يكاتل مرة أخرى في بوليفيا من أجل الحرية حتى أصيب هناك واعتقل وأعدم هل في تاريخنا من يشبه جيفارة؟ إذن الحسين كان فائرا من الثوار مثله ومثل غيره فلماذا أعطي هذه الخصوصية لدى الشيعة؟ الجواب لأن المخرج عايز كده المخرج اخترع فيما بعد قضية جديدة اسمها قضية الولاية والولية هي التي تولول على جزه لما يموت على رأي عاد الإمام الولاية لأهل البيت وهذا المخترع أو المخرج أدخل ثورة الحسين ضمن ثورات الهاشميين من أجل السلطة صاروا يدرسوا ضمن ثورات الهاشميين من أجل الحصول على السلطة مع أنه لا الحسين ولا الحسن ولا أبوهم علي بن أبي طالب تحدثوا عن الولاية ولا كلهم علاقة لا بالولاية ولا بالولية ولا عن حق ينفي السلطة باسم الدين كتب التاريخ الشيعية نفسها أو نفسها تثبت هذا كتاب نهج البلاغة وهو من أهم الكتب المرجعية عند الشيعة كتاب نهج البلاغة نفسه يثبت أن علي بن أبي طالب كان يتهرب من تولي السلطة ولم يتحدث عن وصية سياسية أو حق إلهي في السلطة أبدا بعد مكتل عثمان بن عفان جاء إليه البعض لمبايعته فرفض كما يقول كتاب نهج البلاغة الشيعي وقال لهم بالنص دعوني تركوني والتمسوا غيري فإنا مستكبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت يعني في ضبابية في الموضوع والمحجة كتنكرت واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم يعني في مشاكل كبيرة قدامكم ولم أسغي إلى قول القائل وعتب العاتب ثم قال وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ما قال هذا الحق لي قال أبدا أنا مثلكم أسمع وأطيع لمن تولو ما أشعار فأنا عبد الملك الحوثي بكرة هذا الكلام هو حقها الزنابل لا لا ثم ختمها بعبارة هائلة قال وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير خلوني وزير أفضل من أمير هذا علي بن أبي طالب الذي ينتسبون إليه علي النفس ويقول للناس لا أريد السلطة اتركوني وشوفوا وعد غيره خلوني لكم وزير أحسن من أمير ويقول في موضع آخر من نهج البلاغة نفس الكتاب الشيعي المعتمد لدى الاثنى عشرية والزيدية والمهلبية كل هذه يقول في هذا الكتاب إنما الشورى للمهاجرين والأنصار لأنه قالوا لنت تعال نبايعكم كذا قال أنتم مش أصحاب الشورى الشورى مش لكم يعني هو مؤمن بالشورى وأن الخليفة لا يتولى إلا بالشورى فقال لهم الشورى ليست لكم الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا يمشي يصبح أمير علي بن أبي طالب كان يقاتل المعاوية من أجل الشورى ومن أجل الديمقراطية بلغتنا الحديث لا من أجل الولاية حق بني هاشم هذا ما تقوله كتب التاريخ أو كتب الشيعة المرجعية لأنه حتى كتبهم مثل كتب اليهود والنصارى فيها بعض الحق وكثير من التحريف والباطل والحسين نفسه بايع معاوية مع الحسن الحسين نفسه بايع معاوية مع الحسن فلماذا بايع معاوية وكاتل يزيد إذن يعترفون بذلك هذا في تاريخهم لماذا بايع الحسين معاوية إذا كان عنده فكرة الولاية وحق أهل البيت بايع معاوية لأنه رأى أن مصلحة المسلمين تكتضي ذلك آنذاك حتى لو كان معاوية مش ولابد وكاتل يزيد لأنه رأى أن فتنة يزيد أكبر ولابد من الخروج عليها لأن يزيد أرادها ملكية مطلقة وهذا يهدد قيم الإسلام كلها مثل ما برفهم إحنا اليوم من أجل هذا قاتل الحسين وهي نفس القيم التي نقاتل الحوثي من أجلها اليوم الحوثي اليوم هو يزيد العصر في حقيقة الأمر ينبغي أن يدرك الزنابيل هذا الأمر عبد الملك الحوثي هو يزيد العصر نحن الذين نكف في صف الحسين اليوم لأن القيم التي يحملها عبد الملك الحوثي هي نفس القيم التي يحملها يزيد اغتصاب أمر المسلمين والمشروع الذي يحمله الحوثي هو نفس مشروع يزيد كلاهما يغتصب السلطة يغتصب الدولة بالقوة لا بالشورة والديمقراطية بل إنه أسوأ من يزيد لأن يزيد كان يغتصب السلطة باسم الدنيا باسم القريش أما الحوثي وأمثاله من السلاليين فيغتصبون السلطة ويغتصبون أمر المسلمين باسم الدين باسم الله فأضافوا إلى جريمة البغي واغتصاب الأمر جريمة الكذب على الله وهذه هي أكبح الذنوب في عرف القرآن القرآن لما يرتب أنواع الذنوب لما يرتب أنواعها مش لما يرتب الذنوب في فرق بين أنواع الذنوب والذنوب لما يرتب أنواع الذنوب في آية جعل أدنى أنواع الذنوب هي ارتكاب الزنا والفواحش وأعلاها التقول على الله بغير علم يعني بغير دليل قطعي قطعي والثبوت والدلالة وجعل البغي على الناس أسوأ من ارتكاب الفاحشة ومن ارتكاب الإثم بكل أنواعه يعني هناك آية تقول قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن هذا النوع الأول الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرام والبغي هذا الثانية هذا أرفع شوية وأعلى والبغي بغير الحق البغي يعني الاستطالة على الناس بالقوة يجي من صعدة لداخل صنعة يكتحم العاصمة ويغتصب الأمر بالقوة هذا هو البغي هذا أسوأ من الزنا والفواحش ومن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان الشرك أسوأ من البغي وأعلى جرما ثم يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لما تنسب إلى الله وإلى الوحي كلام وتقول هذا من عند الله وما هو شو من عند الله هذا قال الرسول الله وأنت مش واثق والمسألة فيها ظن هذا من أعلى أنواع الذنوب ما لا تعلمون العلم في القرآن معناها اليقين أنتم ما عندكمش يكين بأن هذا الكلام منسوب إلى رسول الله وإلى الوحي ومع ذلك تنسبونه إلى الله ورسوله من الواضح أن ترتيب هذه الأنواع من الذنوب كد جاء حسب خطورتها كما قال حتى ابن القيم في أعلام الموقعين والآية تجعل الكذب على الله أخطر من الشرك نفسه ومن كل الذنوب الأخرى لكن إذا كان الأمر بهذا الوضوح لماذا إذن ليس واضح لدى الشيعة؟ الجواب بعد قليل هناك نوع من الناس يحب تعاطي المخدرات يشعر بالنشوة إذا تعطاها ومهما حاولت أن تنصح هؤلاء بترك التعاطي لا يسمعون لك لما؟ ذلك أن النشوة تعمل عقل وتعطل ومثلهم نوع آخر من الناس يحب تعاطي الأوهام الأوهام المخدرة مثل المتدينين أو جزء من المتدينين وخصوصا الشيعة لذلك مهما حاولت مع الشيعين يعني تفهمه مهما بينت له مهما كانت براهينك واضحة وأدلتك قوية وصريحة لن يسمع لك لن يسمع لك لماذا؟ لأن المسألة عندها مسألة كيف هو مكيف منتشي الذي تعطى الدخان يعرف أن الدخان مضر بالصحة ومكتوب عند التحذير من وزارة الصحة مضر بالصحة ومع ذلك تعطى مهما حاول تثنيه لأنه مسألة كيف الكيف له سلطة له قوة يعني هناك باحثون كبار من داخل المذهب الشيعي جاءوا بأدلة واضحة قاطعة على بطلان المقولات الأساسية في المذهب الشيعي من أمثال الكاتب العراقي الشيعي أحمد الكاتب أحمد الكاتب في المذهب الاثنى عشري أو الأستاذ محمد عزان في اليمن هؤلاء جاءوا ببحوث قيمة أحمد الكاتب ألف سلسلة كتب خطيرة جدا منها كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي الذي أثبت فيه بالدليل الواضح أن العكائد الأساسية في مذهب الشيعة لم تكن معروفة في الأجيال الأولى للشيعة وأنها أضيفت إلى المذهب في الكرنين الثالث والرابع الهجريين يعني الجيل الأول والثاني والثالث من الشيعة لم يكن يعرف هذه الأفكار الشيعية التي يعرفونها اليوم هذه جاءت فيما بعد في الكرن الثالث وما بعد أثبتها بالدليل بكل كتبكم لا يوجد فيها هذا الكلام الكتب التي كانت موجودة في الكرن الثاني ما فيهاش هذه الأفكار وهذه المقولات الأساسية للمذار وأن التشيع القديم لم يكن تشيعا دينيا بل تشيعا سياسيا وقال وأثبت أن علي بن أبي طالب وعياله كانوا يقاتلون من أجل الشورى لا من أجل الخلافة هذا وهو كان منظر للمذهب الاثنى عشر الشيعي طيب ومع ذلك كم من الشيعة اليوم مستعد يسمع أحمد الكاتب كليل جدا على عدد الأصابع لماذا؟ لأن المسألة عندهم مسألة كيف حالة نفسية حالة نفسية فعلا مرض نفسي من الواضح أن الشيعي له تكوين نفسي خاص يعرفه المتأملون والدارسون اللي عنده علم نفس اللي دارس علم نفس بيفهم أنه النمط الشخصية الشيعية النمط مرضي هناك شرط نفسي لكي تكون شيعي شيعي نمطي هذا الشرط هو أن تكون مأزوما علشان تكون شيعي لابد ما تكون مأزوم مأزوم نفسيا إذا كان لديك كبت وترسانة أحقاد وضغاء ضد الآخرين ضد كل شيء من حولك ولديك طموح عالي فأنت مرشح لأن تكون شيعيا نموذجيا لأن الرسالة الرسالة التي يقدمها الخطاب المذهب الشيعي هي رسالة مأزومة مضمونها الأساسي هو الحقد الغضب الدعوة إلى عدم الرضا عن كل شيء الدعوة إلى الثورة ولا يستجيب لهذه الرسالة إلا من كان على شاكلتها في المجتمع رسالة مأزومة لا يستجيب لها إلا نفسيا مأزومة أولئك المأزومون نفسيا هم الذين يستجيبون للخطاب المذهبي واحد فاشل في دراسته أو فاشل في عمله يشوف الناجحين ويضمر لهم الحقد والحسد داخل المجتمع واحد مش قادر يحصل على البنت الجميلة اللي كان يشتيها لأنه فكير أو لأنه معلول لا مش وسيم فيحقد على المجتمع من حوله وإن شاء لديه عقدة ضد الآخرين ويصبح مهيئا ليكون شيعيا واحد نشأ في بيئة لا تعرف إلا الصراع والنزاع في كرية نائية في كبيلة نائية فينشأ بنفسيا مأزومة تبحث عن دور البطولة في أي معركة يريد أن يكون بطل في أي معركة يشتي كاتل يزيد يزيد مات معلش نسوي يزيد هنا ونسوي معركة يشتي موت يشتي يكون بطل نفسيا مأزومة هؤلاء المأزومون نفسيا وإحنا شفناهم في اللي كان يسرقوا الكاتل عندنا في اليمن واللي كان يتقطعوا للناس في الطرق تحولوا إلى شيعة للعلي بن أبي طالب ضد معاوية وشيعة للحسين ضد يزيد نصوص القات والفاشلين دراسيا لأنه هي هادي هؤلاء المأزومون نفسيا هم خيول المشاريع السلالية في اليمن والوطن العربي وهم وقيدوا هذه المعارك والمأزوم نفسيا يحب أن يضحي بنفسه في سبيل وهم وهم شريف يعني إذا في وهم كويس كده حلو حيضحي بنفسه يحب أن يعذب نفسه مثل المريض بالمازوخية المازوخية هذه مرض لدى بعض الناس يحب أن يتعرض للتعذيب أثناء ممارسة الجنس هناك مازوخية شيعية الشيعي يحب أن يضحي وأن يتعذب ويجلد نفسه في سبيل أوهام تحقق له نوعا من النشوة وتحقق للسلاليين الدنيا والرفاه والبنين يعني نحن أمام حالة مرضية باختصار طبعا هناك من سيقول الآن هذا تحريض ضد مكون مذهبي في المجتمع وهذا لا يتفق مع مبدأ الحقوق والحريات الذين تبناه ونعلنه نحق الناس أن يكون أن يكون لهم ذاهب وأن يعتقدوا ما يشاءون وهذا الاعتراض يتضمن مجموعة أوهام تحتاج لتفنيب أولا نحن لا نحر ضد سلالة أو ضد أشخاص بل ضد أيديولوجيا خطرة على المجتمع نحن أمام أيديولوجيا خطيرة أيديولوجيا تسببت في دمار واسع لحياتنا لمجتمعاتنا لعقولنا على مدار مئات السنين أيديولوجيا معادية للحقوق والحريات معادية للديمقراطية معادية للإنسان معادية للخير أيديولوجيا تقسم المجتمع إلى طبقات إرقية تجعل لطبقة حق السيادة المطلقة على بقية الطبقات باسم الولاية وحق نهب الثروات الوطنية باسم الخمص وحق تعذيب الناس وقتلهم باسم الحرب على المنافقين هذه هذه أخطر أيديولوجيا على وجه الأرض وليس هناك أمة تحترم نفسها تقبل بهذه الأيديولوجيا هذه الأيديولوجيا ينبغي أن تحرم ينبغي أن تجرم بالقانون وبالعمل المسلح والقاعدة التي تحكم في هذه الأمور هي أنه لا حرية لمن لا يؤمن بالحرية من أراد أن يحصل على الحرية والكرامة لنفسه فعليه أن يسلم بحق الآخرين في الحرية والكرامة اعترف لي بالحرية اعترف لك بالحرية أما أسلم لك بالحرية وأنت تسلم لي بالموت تلك إذن كسمة نضيزة وإلا إذا لم يسلم بالحرية وحق الكرامة للناس فإنه يصبح هدفا مشروعا للحرب والقتال الحروب ما شرعت إلا لهذا الحروب في الدين ما شرعت إلا لقتال هؤلاء لقتال المستبدين مغتصبية الحقوق والبغاه بغير الحق بقوة السلاح باقتصار الحرب ما شرعت في الدين إلا لقتال الحوثي وأمثاله كتال هذه الفئة وأمثالها هو الجهاد في سبيل الله كما تحدث عنه القرآن نحن ما نألفش من عندنا نحن نتكلم عن ما نفهمه في القرآن عودوا إلى القرآن تأملوا المواضع التي ذكر فيها الجهاد في سبيل الله ستجدون أنه يتحدث عن القتال في سبيل حماية الحقوق والحريات من تهديد البغاه والمستبدين الذين جاءوا من الكهوف هكذا فهم سبيل الله أو سبيل الله فهمه بن إسرائيل كما يبدو من حوارهم مع نبي الله لهم إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا لنبيهم كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا الحوثي حق هذه كلية طبعا من ديارنا وأبنائنا إذن سبيل الله عندهم كما فهموه هو سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات واحد باغي كفز للسلطة بالدبابة واللغب وقال للناس ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا اسمه فرعون وليس عبد الملك هذا ليس عبدا لله بل عبد لنفسه المسكونة بحبة التسلط والاستكبار على الناس مرض الاستكبار والطاوصية والشعور بالفوقية هذا عبد للشيطان الذي أسس دين العنصرية أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والحقيقة أن الشيطان حقق انتصارا عظيما عندما تمكن من إدراج ديانته تحت سكف الإسلام أصبحت العنصرية التي هي دين الشيطان جزءا من دين الإسلام وفق هذا المذهب أصبحت النصوصية وأكل أموال الناس باسم الخمص عملا من أعمال الدين أصبح اقتصاب الأمر اقتصاب حقوق الناس عملا من أعمال الإسلام وطبعا هذا في نظري هو أهم إنجاز حققه الشيطان في تاريخه كله من كان يتصور أنه يحول دينه يدرج دينه في دين الإسلام انتصار هائل للشيطان تحت سكف الإسلام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم ولا تنتهي بآسينا نرجو أن أدلقاكم في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر